لا مجال اليوم في حضر موت للعب بالنار هكذا صرح محافظ محافظة حضر موت بعد اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في مدينة المكلة عاصمة المحافظة من قبل قوة عسكرية زعمت أنها من المقاومة يوم الخميس الماضي تصريح المحافظ لوسائل الإعلام أكد فيه أن اقتحام مبنى مقر حزب الإصلاح تصرف مدان من قبل قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي بالمكلة واعتقلت في الخميس الماضي قوة عسكرية مدير المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بحضر موت وحراسة المقر واقتادتهم إلى جهة مجهولة هذه الحادثة شهدت رفضا قاطعا أعلنت عنه السلطات المحلية و17 حزبا ومكونا وحركة سياسية وطلابية في حضر موت أدانت خلالها حملات المداهمات والاعتقالات التي وصفتها بغير القانونية في مناطق ساحل حضر موت ومنذ أسابيع ومدن حضر موت تشهد حملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات عسكرية طالت قيادات سلفية ومشائخ دين وقيادات في المقاومة الشعبية وأعضاء في حزب الإصلاح وأعلن عن مقتل بعض المختطفين جراء التعذيب في ظروف غامضة لم يكشف عنها حتى اللحظة يسود الاعتقاد أن المداهمة الذي تعرض لها مقر حزب الإصلاح في المكلة لم تكن لتحدث دون إعاز من أطراف إقليمية حاضرة وبقوة في المشهد الحضرمي وهو ما يعززه الحديث عن سلطات غير رسمية يراها البعض أنها أصبحت كيانا موازيا لسلطة الدولة في حضر موت وهو ما يدفع لدق جرس الإنذار أمام الأطراف المعنية حول حقيقة ما يجري في حضر موت الآن